بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت أمور على أنها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله لا يشاركه فيها أحد واستدل لها بآيات من القرآن الكريم منها ما مر البارحة من أن النبي صلى الله عليه وآله له أن يأخذ المرأة بالهبة وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية صريحة خالصة لك من دون المؤمنين فيجوز أن تأتي أمرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وذاكرين أنه صارت هالقضية جاءت امرأة من الأنصار وقالت للنبي صلى الله عليه وآله ما معناه أنها امرأة لا زوجة لها ولا ذرية فإن كانت لك رغبة فأني قد وهبت نفسي لك النبي صلى الله عليه وآله تشكر منها وقال جزاكم الله معشر الأنصار خيرا مضمون الرواية نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم الشكل عبارات بهالمضمون ثم نزلت الآية الكريمة وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله أما غيره حتى الأئمة الطاهرون ليست لهم هذه الخصيصة هذه وحدة أما أن تكون لها حقوق الزوجة هذه لم تذكر لم تذكر لكن ربما يقال أنها صارت في حكم الزوجات ربما ما أدري هذه قضية هناك آية كريمة تقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات من كن للمحسنات من كن أجرا عظيما هذه قل يا أيها النبي قل لأزواجك والأمر هناك كلام في علم الأصول هو أن الأمر يدل على الوجوب بنفسه مباشرة وهذا هو الرأي المشهور الرأي الآخر أن الأمر يدل على الطلب فإذا اقترن بالترخيص دل على الاستحباب وإن لم يقترن بالترخيص حكم العقل باللزوم وهذا ما يقوله السيد الخوئي رحمه الله الآن هذه مسألة أصولية هذا أمر يا أيها النبي قل لأزواجك قالوا هناك رأي أن هذا وجوب يجب على النبي أن يخير أزواجه يقولهم هالكلام إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة زين إحنا الناس الآخرين واجب علينا هالحشي نحشي له كثير من الناس مو بس ما يحشي هي تقولنا ما أريدك عمي ما أريدك فقني يظل لازق بيها وشي خلصها محاكم وصعدة ونزلة عشر سنين لا يهدها لا هي تخلص ولا هو يخلص هو مبتلة وهي مبتلة هذا على كل إن هو بكيفة ما يريد يفارقها كيفة لكن الداعي شنو قاعد يؤذي نفسه ويؤذيها ما تريده خلص يقوله عم يتوكل على الله تعالى يطلقها وتخلص القضية هل كثر يسوون هشك القضايا يذرونها كالمعلقة تاركها وهاجرها وطلابها طويلة وعريضة إذا قالت ما أريده يقولها تفضل يتوكلي على الله تعالى الآن صلى الله عليه وآله وأمر هذا قل لهذا قسم قايلين يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يقول هذا الكلام لزوجاته السؤال السؤال هذه الآية لا تتنافى مع الآية الأخرى الدالة على أن نساء النبي صلى الله عليه وآله أمهاتكم ونساؤه أمهاتكم ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمرأة كان النبي صلى الله عليه وآله قد تزوجها من قبل القرآن الكريم ينص على ذلك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا نعم هذه ما لها ربط بذيج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها مو يعني يطلقها النبي وتروح تتزوج واحد ثاني لا الآن هي تشوف روحها مقيدة في بيت النبي صلى الله عليه وآله تريد تتحرر تروح يمين شمال مثلا تريد بعض الأمور تحصلها ما جاي تحصلها أما تروح تتزوج هذا أكيد ما يجوز يعني يكون الحياة الدنيا وزينتها ما تشمل مثل هالقضية قضية الزواج الآخر لأن هذا منصوص على حرمته زين الآن هذه من المختصات كاتبين أنه بعض النساء كنا يطلبنا أمورا هذه تقول أريد ثوب هذه تقول ما أدري أفرض أريد قلادة هذه تقول كذا النبي صلى الله عليه وآله ممكن ما عنده ويجيب لهم بالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله والأم عليهم السلام هم مو فقراء يحصلون أموال الله عز وجل يجيب لهم كثير لكن يصرفوها ما يخلوها هذا الفرق بينهم وبين أغلب الناس فروق يعني لا تعد ولا تحصى هذا أحدها أغلب الناس الأغلبية الساحقة الماحقة إلا من خرج بالدليل يخفي عنده أموال يضمها وما يريد أن أحد يفتهم إيش كثر عنده إذا مسأله يقول أنت إيش عليك مني ما يريد بس يروح يسأل فلان إيش كثر عنده هاي يسأله أما مالته ما يريد يبينها على كل حال فالآن النبي وأهل البيت صلى الله عليهم أجمعين عندهم أموال تجيهم أموال لكن يصرفوها ما يبقوها وقد يكون يعطون شيء ثمين جدا لمناسبة بسيطة لكثير من الناس ما يهتموا لها الخاتم اللي كان في يد أمير المؤمنين صلوات الله عليه الخاتم اللي كان لابسه وتصدق به في الصلاة هذه في رواية رواية تذكر أنه كان يساوي كذا وكذا شيء ثمين جدا كان قد حصله من غنائم خيبر هذه حصته من غنائم خيبر هذا الخاتم الثمين الآن واحد راح حشح شاية قال أمير المؤمنين ما يلبسه الشكل خاتم غالي أو تنقلوها واحد ينقلها للثاني إمام ما يلبسه الشكل خاتم أولا هذه فيها رواية رواية روح شوف الرواية وإقراها ثانيا ليش ما يلبس الله عز وجل جاب لخاتم من غنائم خيبر لبسه إجا فقير قال أنا محتاج أعطاه هالخاتم شاله وأعطاه هذي غالب الناس ما يسووها يعطيه نص دينار وإذا باشر يجاي يقول له كل يوم جايني بتليت بيك بلوة مثلا خلي ثاني يوم يجي يقول له أجيب لي بعد نص دينار أما المعصوم مو هالشكل يشيل الخاتم اللي فرضنا يسوه مئة أليف يعطيه للفقير السائل شيء محص للإمام ولابسه أما هذا التكرار الإمام ما يلبس ما يلبس ما يلبس شون عرفت شون عرفت ليش ما يلبس زاهد الإمام إيش زاهد زاهد ماكو مثله زاهد الآن الله عز وجل جاب لخاتم ثمين يسوه كذا يعني يرمي بالشارع لبسه لبسه يوم يومين ما ندري شم يوم لبسه سلام الله عليه أجه فقيره مع طاهية هما خلص الصلاة بنص الصلاة طاهية هذا وضع المعصومين عليهم السلام موسى بن جعفر صلوات الله عليه الإمام الكاظم كان معروف ينقل في التاريخ أنه وضع المادي كان ضعيف لكن بنفس الوقت يقولون يضرب المثل بصرار موسى بن جعفر سلام الله عليه الصرار اللي شان يبعثها للناس يحط فيها الذهب ويبعثها جنشلون وضع المادي ضعيف ويبعث بالصرار عنده سلام الله عليه يصرفها يبعثها يصير وضعها ضعيف المهم ما علينا النبي صلى الله عليه وآله مذكور أنه بعض النساء هذه تريد كذا هذه تريد كذا إجت الآية الكريمة قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أنا ما أعطيكم ما عندي مثلا روحوا تريدون أطلقكم أطلقكم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما فقيل من الأقوال أنه يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يخير أزواجه بين البقاء عنده والذهاب وغيره لا لا يجب عليه هذه من المختصات من الأمور التي ذكروا أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وجوب صلاة الليل عليه بل ربما يقال بوجوب كل النوافل اليومية عليه صلى الله عليه وآله سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أنا سنلقي عليك قولا تقيلا أن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة صلاة الليل بالنسبة للخلائق كلهم ليست واجبة مستحبة لكن مستحب مؤكد ويظهر من أدى من الروايات أن تركها مكروه كراهة شديدة الآن ممكن واحد يسأل يقول يعني هي من صارت مستحبة غير صار تركها مكروه لا ما كل مستحب تركه مكروه ولا كل مكروه تركه مستحب ممكن أكو مستحبات تركها مو مكروه الآن واحد مستحب كل سنة يحج إذا واحد ما حج سنة من السنين ما حج نقول له أنت سويت مكروه لا ما سوا مكروه المستحب ما سوا كل شهر مستحب الإنسان يروح عمره يعتمر لكل شهر عمره الرواية الصحيحة قال السنة 12 شهر لكل شهر عمره الآن أغلب الناس ما يروح كل شهر للعمره هل من يخلص الشهر يقول والله أنا سويت مكروه هذا شهر خلص يمكن كلنا ما رحنا للعمر سوينا مكروه لا مو ترك أي مستحب مكروه أو لا ترك المكروه مستحب ترك المكروه ترك المكروه واحد مكروه وارد أن الواحد إذا دخل أجلكم الله إلى بيت الخلاء مكروه أن يتكلم ويا أحد واحد واقب بره يسولف وهذا يسولف وياه ما يكتفي بالحشي اللي من الصبح للليل يحشي بره يريد حتى بالخل وهم يحشي وياه الناس لما يروح هناك وإذا ما لقى واحد يحشي وياه يطلع تليفونه ويتكلم فيه أكوشك الناس باستمرار يريد يتكلم عموماً هذا مكروه الآن واحد دخل المرحاض أجلكم الله وما حشي ما لقى واحد يحشي وياه تليفونه هماراً طلع بره يقول الحمد لله سوينا مستحب لا ما سويت مستحب اتركت مكروه ترك المكروه شيء هذا لا يعني أنك فعلت مستحب بعضين اخلصت من المكروه المستحب من تسوي تركة مو معناه سويت مكروه والمكروه من التركة مو معناه سويت مستحب لكن هناك موارد فيها نصوص اللي يفهم منها أن فعلها مستحب وتركها مكروه ومن الصوبين شديدة القضية هم الاستحباب هم الكراهة منها صلاة الليل صلاة الليل هل كثر اكوحث عليها هذه الآيات الكريمة ان ناشئة الليل هي اشد وطعا واقوى مقيلا عليك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه بالمضمونها وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل في مضمون الرواية الراوي يقول للإمام عليه السلام ما لنا نرى المصلين لصلاة الليل وجوههم منيرة مضيئة منيرة يعني مو مثل القلوب مثلا الآن يدخل بالحجرة يظلم ويقول والله الحجرة ما ضوّت بوجهه مو هذا المقصود منيرة وجه وجه سمح وجه فيه نور فيه نور الإمام جاوب بما مضمونه إنهم خلوا بربهم فأفاض الله تعالى عليهم من نوره هذا نور الله عز وجل على وجوههم هذه جهة الحذ كثير روايات أدت روايات من جهة أخرى ذم ذم شديد لترك صلاة الليل مرة أنا ذكرت هالرواية خلين نقولها لا بأس مضمون الرواية مذكورة مفاتيح الجنان ذاكرة شيخ عباس الله يرحمه إن للليل إن للليل شيطانا نسموه الرهى الرهى هشك المكتوب هذا شنو شغلته هالشيطان شغلته ما يخلي واحد يصلي صلاة الليل هذه وظيفته واحد من يصير الليل هذا شغلته تبتدي يحاول لا يخلي يصليها فإذا نام الإنسان مضمون الرواية إن الإنسان ليستيقظ في كل ليلة ثلاث مرات يفك عينه الله عز وجل يقعد من يفك عينه هذا قاعد للرهى يقول له أمامك ليل طويل فنم لاحق بعد وقت ساعة وحدة بعد أكو شمساعة يخليه نام المفروض من أول مرة ما يسمع كلامه يقول له ما عليك مني ويقوم يوقف يتوضى ويصلي المهم سمع كلامه نام صارت ساعة ثنتين ثنتين ونصف فق عينه المرة الثانية هذا قاعد له متربص له يقول له أمامك ليل طويل فنم المهم بالمرة الثالثة إذا سمع كلام هذا الشيطان أنام الرواية تذكر أنه فحج رجليه أو فحج بين رجليه وبال في أذنه فيستيقظ ثقيله يقعد من النوم تعبان ثقيل يقول ما أدري أنا شفيني ثقيل دائر هذه من بولة الرهى اللي ما قمت تصلي صلاة الليل قم صلي قم صلي حتى تقوم بالنهار نشيط محبوب عند الله عز وجل أموما صلاة الليل هذه أجعنا المسألتنا لا تترك يوميا يوميا هو حيف هو اليوم الواحد إلى قيمته ما يندره اليوم اليوم يوم إذا راح مراح بعد ما نشوفه ما نشوفه ما مضافات والمؤمل وغيب ولك الساعة نعم يجوز الإنسان الأفضل يصلي صلاة الليل كاملة زحم عليه يقول زحم عليه يصلي الشفع والوتر زحم عليه يصلي الوتر وحده تكفي مو معناه تعطي نفس ثواب الصلاة الكاملة لكن زين خير من الترك ولو من جلوس ويقرأ الحمد وحدهم ليقل هو الله وحده وقنوتهم ما يسوي اختصرها كل شيء يصير سبع ثمان دقائق يصير يصير لكن ويا الله عز وجل شكل تعاملات ملطيفة الله عز وجل هل قد منعم على عبده غامر بالنعم شوية إذا طالت القضية يستثقلها ويا الله عز وجل واحد يطول يسولف على كل النبي صلى الله عليه وآله تجب عليه صلاة الليل أمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فهذا أمر واجب على النبي صلى الله عليه وآله وليس واجبا على الآخرين قم الليلة ظاهره كل الليل كل الليل قم صلي إلا قليلا شوية نام لا بأس بعدين تكمل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه إلى آخره وصلى الله على محمد